احنا في مصر الجمهورية الجديدة بتشتغل بقالها 8 والتسعة سنين بنشتغل بمنتهى القوة وبمنتهى القوة وكنا شغالين مصر كلها كلنا واحد واحد مصر بتشتغل بالتوازي مع حربة على الإرهاب كانت موجودة في سيناء تهديدات كانت موجودة على حدودنا الغربية في ليبيا مشاكل حصلة في البحر المتوسط اتحلت بأمر الله مشاكل كانت موجودة قبل كده في الجنوب اغلبها اتحل بأمر الله الى اخره فانت عندك دولة لأول مرة في تاريخها القديم والحديث تهدد من الاربع جهات الاصلية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا كويس وبالرغم من ذلك الدولة دي بنت 30 مدينة بالرغم من ذلك الدولة دي بنت عشرات الآلاف من المصانع في ظل نفس ذات الظروف الدولة دي بنت مدارس بنت جامعات استصلحت أراضي بملايين الأفدنة شقت الترع وبطنتها عملت أنهار جديدة صناعية زي ما أكيد حضراتكم قريتوا وشفتوا واتفرقتوا واسمعتوا بنت محطات معالجات مية بتشتغل على مفاعل نوع انتاج الطاقة عمل واحد من أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم زي بنبان عمل حقول طاقة الرياح عمل مشروعات هيدروجين أخضر وأمونيا خضرة بتبني مصانع للعربيات الكهربائية كل ده والدولة دي بتحارب إرهاب طيب وكل ده والدولة دي زيها زي دول العالم تعاني كانت من الأزمة الاقتصادية بتاعة الكورونا اللي تسببت فيها يعني أو تسبب فيها وبقى الكورونا كل ده والدولة دي بتعاني زيها زي كل دول العالم مما يحدث بسبب الحرب الروسية الأوكرانية